النقطة الدالة السادسة في التوقيع الشريف الإمام يقول وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذه النقطة الدالة السادسة في التوقيع الشريف وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب الكلام فيه إشارات ودلالات مهمة جدا الإشارة الأولى من أن الارتباط زمان الغيبة يكون به فابحثوا عن الجهات التي برنامجها ومشروعها تربطكم به مباشرة لأن الإمام يتحدث عن الانتفاع به هو هكذا يقول وأما وجه الانتفاع به هذا يعني أن الارتباط به صلوات الله عليه فهل مراجع الشيعة ثقفوا الشيعة على الارتباط بصاحب الزمان أم أنهم غيبوا صاحب الزمان وجلسوا في مجلسه من هنا فإن اليمانية الذي سيأتي من اليمن بعد ظهور السفياني إنه صاحب الراية الأهدى ليس من النجفي وليس من كربلاء وليس من البصرة إنه من اليمن من مكان بعيد عن مركز الضلال في النجف النجف مركز الضلال كربلاء مركز الضلال أنا لا أتحدث عن النجف الأشرف أتحدث عن النجف الأخبر عن نجف المراجع ولا أتحدث عن كربلاء الحسين أتحدث عن كربلاء المرجعية السستانية عن كربلاء المرجعية الشرازية أتحدث عن الضلال هذا أتحدث عن ضلال البراجع لا أتحدث عن هدى أمير المؤمنين وعن هدى سيد الشهداء فمركز الضلال النجف ومركز الضلال كربلاء أتحدث عن مراجع الشيعة وعن الأحزاب الشيعية التي مراكزها هنا وأسست هنا حزب الدعوة أسس في النجف منظمة العمل الإسلامي أسست في كربلاء هذه هي أحزاب الضلال التي مزقت شيعة العراق ومزقت شيعة الخليج أيضا هذه هي الحقيقة هذه الأحزاب أسست على البيعة الملعونة وعلى الفكر القطبي الملعون هذا كلام لا بد أن يقال لا تضحك على أنفسكم هذه هي الحقائق التي نحن عشناها أنا جزء منها نحن كنا في هذه المجموعات وفي هذه التنظيمات شباب الشيعة في العراق المتدينون كانوا يتسابقون للانضمام إلى حزب الدعوة أو إلى منظمة العمل الإسلامي أو إلى سائر التنظيمات التي تفرعت عن هذين التنظيمين الضالين المشبعين بالفكر الناصبي القطبي الإخواني الدماء التي سفكت بسبب هذه التنظيمات سفكت محتمدة على بيعة ملعونة وعلى غباء عقائدي عند مراجع هذه التنظيمات فأصحاب التنظيمات قادة التنظيمات يجعلون المنتمين إلى هذه التنظيمات يجعلون وجهتهم إلى الحزب وإلى مرجع الحزب ولا علاقة لصاحب الزمان بذلك الإمام هنا يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي لا بد من صلة مستديمة مستمرة فكالانتفاع بالشمس الشمس موجودة إذا غيبتها عن الأبصار السحاب السحاب هنا هم هؤلاء رواة الحديث ورواة الحديث مثل ما حدثتكم هؤلاء حجة عن صاحب الزمان لا بد أن يمدهم بلطفه وحكمته هؤلاء يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء كما حدثنا أمير المؤمنين وقرأت ذلك عليكم مرارا وكرارا والساقي لهم إمامهم فإن الأئمة لا يعدون الفقيها من رواة الحديث فقيها حتى يكون محدثا فلما سألوا صادقا أو يكون المؤمن محدثا من رواة الحديث قال يكون مفهما والمفهم محدث وهذا التفهيم يأتي من إمام زماننا من أين يأتي هل يأتي من سيد قط أو من الشافعي تفهيم السستاني والخوئي من الشافعي وتفهيم محمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله ومحمد الشيرازي هؤلاء تفهيمهم يأتي من سيد قط وحسن البنة أما رواة الحديث الذين هم حجة من قبل صاحب الزمان تفهيمهم يأتي من قبله صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء هم السحاب وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب لأن منافع الشمس ستأتي من الشمس وليست من السحاب وإنما عبر السحاب منافع الشمس تأتي من الشمس فلابد أن يكون الارتباط مع الشمس ولقد حدثتكم في مجموعة حلقات نشرة أخبار القمر من أن التقليد لا يكون إلا للمعصوم ومن أننا متعلمون مثل ما قال أمير المؤمنين لكميل يا كميل يا كميل الناس ثلاثة فعالم رباني هو صاحب الزمان ومتعلم على سبيل النجاة المتخصص مثلي والذين أعلمهم من أمثالكم إذا كنتم تتعلمون مني ووظيفتكم التعلم ولا يوجد تقليد التقليد لصاحب الزمان وهمج رعاع هؤلاء سفلت الشيعة هؤلاء يجوز لهم أن يقلدوا فللعوام أن يقلدوا أن يقلدوا الفقهاء الذين يتصفون بالمواصفات التي يريدها صاحب الزمان أما أنتم الأكاديميون الإعلاميون المثقفون طلاب الثانويات طلاب المعاهد طلاب الجامعات لا يجوز لكم التقليد يجب عليكم أن تتعلموا هناك عالم رباني أنا أقلده وأنتم تقلدونه وهناك متعلم على سبيل النجاة متخصص مثلي معلوماته أكثر من معلوماتكم يعلمكم وأنتم تتعلمون منه الهمج الرعاع من الشيعة سفلت الشيعة أغبياء الشيعة المعتهون من الشيعة فللعوام أن يقلدوا يقلدون الفقيهة الذي يتصف بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا وفي الحقيقة لا وجود لها في أحد من المراجع الموجودين بعدود علمي لا توجد ولا صفة واحدة من الصفات التي يريدها صاحب الزمان فأول صفة أن التزام ببيعة الغدير ولا يوجد عندنا مرجع بعسب ما أعلم من خلال كتبهم ومن خلال رسائلهم العملية ومن خلال دروسهم لا أعرف مرجعا في العالم الشيعي ليس ناقضا لبيعة الغدير لأن رسائلهم العملية ناقضة لبيعة الغدير في كل مسألة من مسائلها بل في كل حرف من حروفها أقول هذا عن دراية وخبرة وعن بصيرة وعلم وعن تحقيق وتدقيق وأقولها بملء فمي وعبر الأقمار الصناعية لا أتحدث في زاوية مظلمة ولا أكتب باسم مستعار على الإنترنت أحدثكم بملء فمي وببث مباشر وأنا أعلم أن جميعهم في النجف وكربلا يتابعون برامجي وحتى في هذه اللحظة الآن لا أعبأ بهم لأنني أنطق بالحق ولأنني أنطق بعلم واضح من علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أحدثكم إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم أو من حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هناك إشارة واضحة من أن الذين هم على الهدى والذين خاطبهم الإمام في آخر التوقيع حين سلم وعلى من اتبع الهدى هؤلاء لا يدعون أنهم على اتصال مباشر مع الإمام فكل مجموعة تدعي الاتصال المباشر بالإمام مجموعة ضال لأن الكلام واضح هناك سحاب وهذا السحاب بعيد عن الشمس هو الآخر ليس متصلا بالشمس لكن منافع الشمس ضوء الشمس يمر من خلاله إلى الأرض كلمات الإمام واضحة الارتباط يكون به لا بغيره ولكن عبر السحاب والسحاب رواة الحديث الذين هم حجة من قبله على الشيعة وهو حجة عليهم صلوات الله عليه وهؤلاء يفهمون هؤلاء يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء من لطفه من فيضه صلوات الله عليه الذين ينتفعون منهم هذه المنظومة لا تدعي الارتباط المباشر بالإمام فنحن في زمان الغيبة وزمان الغيبة له قوانينه وقواعده هناك سنن حاكمة في زمان الغيبة الإمام هنا يحدثنا عن هذه الحقيقة عن حقيقة السنن الغيبة خذوا هذه الحقائق في هذه النقطة الدالة وطبقوها على الواقع الشيعي أين تجدون تطبيقها في الجهة التي تجدون التطبيق فيها إنها الجهة التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله عليه حين يقول والله لأمرنا أبين من هذه الشمس وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذه النقطة الدالة السادسة نذهب إلى فاصل